موسيقى الأكسر تلقب بمدينة المئتباب أو مدينة الشمس عرفت سابقا باسم تيبا هي عاصمة مصر في العصر الفرعوني تقع على دفاف النيل والذي يقسمها إلى شطرين البر الشرقي والبر الغربي موسيقى تتضمن الأكسر أحد أهم المتاحف على مستوى محافظات مصر فمتحف الأكسر يقع على كورنيش النيل في وسط مدينة الأكسر جنوب مصر افتتحوا الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع ضيفه رئيس جمهورية فرنسا وقتها في عام 1975 دكتورة سناء أحمد علي وهي مدير متاحف مصر العلي أهلا وسهلا بحضرتكم أهلا بكم دكتورة سناء يمكن احنا بنتكلم على متحف الأكسر ومتحف الأكسر يمكن من المتاحف المشهورة جدا على مستوى محافظات مصر ومرتبط بالزيارات اللي بتيجي للأكسر عايزيني تكلم على تأسيس المتحف وأهم المقتنائات هو زي ما حضرتك تفضلتي قلتي أنه له شهرة على مستوى مصر بس أحب أضيف برضو مش على مستوى مصر بس لكن على مستوى العالم في نفس الوقت بيعتبر من المتاحف الإقليمية بمعنى أن جميع محتويات هذا المتحف بتأتي إما من مخازن المنطقة اللي هي منطقة مصر العليا أو أنها بتكون نتيجة حفائر أو نتيجة اكتشافات فجأة وده كل الحمد لله توفر في المتحف من جميع هذه المناطق المتحف افتتح للزيارة في سنة 75 وفي سنة 84 أضيفت صالة في سنة 91 أضيفت صالة جديدة وأحد أضيف من صالات كان في 2003-2004 اللي هي صالة مجد طيبة العسكري والتقني يعني حضرتك بمركزة على تمثيل معينة مثلا في المتحف بتقولي أن هي ليها مثلا قصص مرتبطة مثلا بأساطير أو بقصة خاصة باكتشافها مثلا بالزبط هو المتحف الفرق بين المتحف والمناطق الأسارية حضرتك عارفة في البداية المتحف كان له ظروف خاصة إنه كان مرفوض جدا أن يكون هناك متحف فيه لقصر التي تعتبر متحفا مفتوحا وبذلك ينافس متحف لقصر أكتر من 600 مزار في لقصر زي ما حضرتكو عارفين فيه عندنا مقابر الأشراف عندنا المعابد عندنا في البر الشرق برضو المعابد مقر ودي الملوك ودي الملكات كل المزارات دي متحف لقصر يعتبر برضو من أحد المناطق التي تدخل فيه نطاق الزيارة فكان من الصعب جدا أن يكون هناك متحفا فيه الأقصر مام متحف مفتوح ككل فكان هنا من هنا كان دور المتحف صعب جدا أنه هو إزاي يختار حاجة يكون لها تأثير على الزائر إزاي الحاجة تشد الزائر إزاي حاجة من خلالها نشرح الحضارة المصرية إزاي نقدر نوضح مفهوم غامض أو نصحح مفاهيم خاطئة كل ده بيتم من خلال اختيار القطع الأسرية يعني القطع الأسرية التي يقع عليها الاختيار لا بد أن تحتوي على رسالة أو العديد من الرسالات التي نود أن نشرحها فعلى سبيل المثال لو قلنا تمثال سبك في حضرة الإله المالك بيمثل الملك في حضرة الإله فمجرد ما أشرح للذائر كلمة تمثال المالك أو نحطه بالتالت مع الإله سبك سرعان ما يتوجه إلى أن الحجم الأصغر يمثل المالك والحجم الأكبر يمثل الإله وهذا ما قصده المصري القديم أراد أن يشرح لنا مفهوما دينيا ويوضح فيه علاقة البشر بالآلهة على قد ما هو ملك وله من الصولجان والجاه إلا أنه يشعر بإزعان شديد جدا في حضرة الإلهة ثم نرى أيضا علامة الحياة وهذه علامة نجدها في أيدي الآلهة والآلهات فقط وفيما بعد في أيدي الكهنة ولكن يريد أن يشرح لنا أن هذه العلامة إنما هي الحياة نفسها بقبضة الآلهة بتهبها للبشر إذن هو في حضرة الإله يطلب منه الحياة نفسها إلى الجانب هنا لو شفنا تفاصيل دقيقة جدا اللي هي وضع الإيدين يعني إنها حياة محمية حياة محاطة بالرعاية والحنان هنا كده من خلال هذا التمثال شرحنا رسالة معينة أو مفهوم معين وهو العلاقة بين البشر والآلهة في مصر القديمة وإذا من خلف التمثال بكلنا فرصة إن احنا بنشرح حاجة عن الكتابة في مصر القديمة اتجاهات الكتابة بتأتي إزاي؟ بنشرح إن الكتابة بتتجه للخط الهيروغليفي وكان فيه الخط الهيراتيقي والديموتيقي وبعد كده التطور القبطي بالنسبة للهيروغليفي من خلال هذا النص الواضح نشرح للمصر القديم كيف تطورت الكتابة بيكون فيه فرصة يعني ما بنتخلش على الزائر بالمعلومات ولكن لا فيه فرصة جد لحد عندنا إن احنا نقول الخط الهيروغليفي كان بياخد ثلاث اتجاهات من أعلى إلى أسفل من اليمين إلى اليسار من اليسار إلى اليمين يعني ثلاث اتجاهات للكتابة المصرية ولو كان مهتمة أوي ممكن بنشرح نبتدي مثلا إنها كتابة بتقول جد مدوئين سوبك قول يقال بواسطة الإله السوبك لغاية نهاية النص كده تكلمنا عن الديانة تكلمنا عن اللغة ولو بصنا في التمثال ممكن نسأل نفسنا ونسأل الزائر الكريم تفتكر كام إيد تمدت علشان تصنع هذا التمثال بسرعة ممكن يقولك اتنين أو تلاتة أو عشرة لكن تكون المفاجأة إنه ممكن يكون امتدت لصنع هذا التمثال أكتر من ربعمائة يد بشرية من الفنانين ورؤساء الفنانين دكتور علاء حسين مدير متحف الأكسر أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا بحضرتك الدكتور الحقيقة يعني متحف الأكسر في العديد من مجالات التعاون مع الدول المختلفة أسبانيا، عندنا ألمانيا، عندنا سويسرا يعني مد لجسور التواصل ما بيننا وما بين الدول المختلفة من خلال المعارض الموجودة للمقتنات اللي كانت موجودة أثناء الاكتشافات بالفعل يا دكتورة المتحف هنا بيستضيف الحاجات اللي عصرت عليها البعثات أو اللقاء الأسرية اللي عصرت عليها البعثات من مختلف دول العالم زي البعثة الألمانية برأسة دكتورة هوركس ريزيان كانت عاملة عندنا معرض مؤقت في الجزء ده في جوه معرضين مؤقتين ما زالوا قيد العرض معرض الأول خاص بجامعة بازل وهو بيتناول مجموعة من اللقاء الأسرية لمقبرة الراقصة أو المغنية الإلهية نحمد بسط ودي معروض فيها تابوت المغنية الإلهية ومعروضة فيها لوحة خشبية للمغنية الإلهية ودي من آخر اللقاء الأسرية اللي عصرت عليها في واضي الملوك كانت كي في 63 ودي عصرت عليها الباسة السويسرية يوم 25 يناير 2011 وبدأت بعد كده استكمال أعمال الكشف إلى أن انتهي الكشف بدأت الدراسة وبعد انتهاء الدراسة تم عمل معرض مؤقت للباسة وهم موجودة عندنا اللقاء الأسرية أنتوا عرضتوها من بدري هي لقاء أسرية في غاية الروعة بالإضافة إلى معرض تاني هو المعرض الخاص بالباسة المصرية الأمريكية المشتركة برقاسة الدكتورة إلينة بيتشيكوفا المعرض حالياً موجود ونهاية المعرض ده المفروض 7-12-2019 بعد الفترة دي المفروض عندنا المعرض المؤقت بياخدله 3 شهور بعد 3 شهور احنا بناء على الطلب على العرض بنستمر فيه أو بننهي العرض ده وينتهي المعرض ونبتدي نعرض معرض جديد حالياً المعرض موجود عندنا فيه مجموعة من اللقاء الأسرية الرائعة زي الأواني الكنوبية والتماثيل تماثيل الأشابتي فيه مجموعة من التوابيد الخشبية وهو معرض بالداخل الحقيقة يعني أنا شايفة عدد المقتنيات أو نوعية المقتنيات مختلفة يعني كل جزئية لها طابعة خاص لكن في النهاية بنتكلم على أن حضرتك كنت مصاحب لعدد كبير جداً من البعثات فيمكن اهتمامك كمان أن أنت تقيم معارض خاصة بالبعثات الأجنبية داخل المتحف ده كمان بينشط السياحة بيخلي فيه إقبال من الأجنب بشكل عام وبالتالي بيكون فيه نوع من تنشيط السياحة أكيد يا فاندي من لسبة المعارض المؤقتة هنا اللي هي دور مهم اللقاء الأسرية اللي موجودة أو المعروضة داخل المتحف هي ما بتتبدلش ولكن المعارض المؤقتة هي دي اللي بتعمل لنا جازب سياحي زائد بحيث أن الزائر عارف أنه موجود في مطحف الأكسور كذا وكذا وكذا لكن النهاردة لما أبدأ أضيف له طالعة من الحفير ومن اللقاء الأسرية حاجات جديدة ما معروضتش قبل كده بيعمل لي جازب سياحي سوى محلي أو خارج فهو بيجي زائر طبعا عشان يشوف الأسر دي وشوف عرضها تم إزاي وشوف أن هي اكتشفت إيه وبتضف إيه للتاريخ الإنساني يتكون المتحف من طابقين ويعرض مقتنيات التي تغطي جميع العصور التاريخية فالمتحف يعرض 1500 قطعة أسرية ومنها ما نقل إلى المتحف الكبير بالقاهرة يشمل المتحف العديد من المعارض المؤقتة أستاذ دكتور بدوي إسماعيل وهو عميد كلية الأسار جامعة الأقصر أهلا وسهلا بحضرتك الدكتور دكتور بدوي ممكن إحنا النهاردة موجودين في متحف لقصر بنتكلم على أنه في عدد كبير جدا من السائحين بيحبوا يزوروا جدا متحف لقصر وبالتالي هو مرتبط دايما بزيارة معبد الكارنك ومعبد لقصر طبعا هو من البرنامج من البرنامج الأساسية لزيارة البر الشرعي في لقصر يعني مثلا الزيارة بتكون معبد الكارنك ومعبد لقصر ومعبد لقصر ومتحف لقصر طبعا المتحف من المتحف المميزة في العرض المتحفي طبعا يمكن المنافسة الحالية للمتحف جاية من إنشاء المتحف المصر الكبير والمتحف القومي لحضارة المصرية لكن أكيد الوزارة الأسار مهتمة جدا أن المتحف يبقى لازال على الأجندة السياحية موجودة من اتخال بعض القطع الجديدة من اتخال بعض الاكتشافات تخصيص مثلا عرض شهري للاكتشافات أنا أتوقع أن متحف اللقصر حينول الاهتمام معه لوزير الأسار في فترة القادمة كمان بنكلم على جزئية خاصة بالدول المختلفة نحن نحاول نحن نشط حركة السياحة ما بيننا وما بين الدول الأجنبية المختلفة من خلال زيارات بعض الرؤساء مثلا زي رئيس المجر بنتكلم على أنه في تعاون أسري ما بين مصر وعدد كبير جدا من الدول الأجنبية اللي بتشتغل هنا البعثات الأجنبية زي الفرنسوية زي الإيطالية زي الأسبانية عدد كبير جدا منهم بيكون موجود هنا خلال فترة الحفائر أعتقد أنتم شايفة كان في ملك بلجيكا موجود هنا في الأوسر قريبا وكان كمان زيارة رئيس المجري زيارة أي رئيس دولة بيصاحبها إعلام دولي وإعلام كبير جدا وإعلام بينه الجزء السياحة السقافية اللي يعني بتعاني بعض المشاكل في الفترة الحالية لكن أعتقد زيارة رئيس الدول هتأمل ضوء كبير جدا خاصة على مدينة المدينة العالمية ومدينة الأوسر عاصمة الأسار والتراث في العالم أيضا زيارة الرئيس المجري اليوم للبعثات التي تشتغل في الحفائر في المجر دعم للبعثات الدولية دعم للجهود الوطنية برضو في الاكتشافات الأسرية الاكتشافات الأسرية الأخيرة ساهمت بدور كبير جدا في تنشيط السياحة أعتقد تنشيط السياحة السقافية هي أهم دور للدولة في بطرة القدمة لأنه ده مهم جدا لأنه هي اللي بتعود على دخل كبير سواء في الترميم أو في الصيانة أو المناط الأماكن الصناعات السياحية المرتبطة بالصناعات السقافية زي مثلا الحرف التقليدية والحرف التراثية السوق العاديات السياحية كله ده بيزدهر الصناعات المرتبطة بالسياحة كلها بتزدهر فأنا شايف أن زيارة رؤساء الدول والزيادة الاكتشافات الأسرية دي من أحد العلامات المضيئة في الفترة الحالية لتنشيط حركة السياحة لمصرية يا دكتور بدو يعني دايما بنجد أنه هناك وصول بتربطنا ما بيننا وما بين الدول المختلفة يمكن على سبيل المثال يمكن كل دولة بتحاول تبحث عن الجاليات اللي كانت موجودة في مصر زمان منها الجالية المجرية طبعا أنا ممكن من عشر سنين تقريبا أنا كنت بالصدفة في مطحف النوبة وقابلت المساعد السفير المجري في القاهرة والقنصل الثقافي أو الملحق الثقافي كان بيدور على القبائل المجرية اللي موجودة في جنوب أسوان أو في النوبة ودي قبائل موجودة لازالت وكان بيوسق تاريخ هذه القبائل لأنهم جوا في فترة كبيرة جدا وموجودين في جنوب أسوان في مناطق النوبة وليهم تاريخ وهم السفارة المجرية بتحاول توصق هذا الموضوع فهناك العديد من جسور التعاون بين متحف الأقصر والعديد من الدول من خلال معرضها لأهم الاكتشافات ومنها معرض للبعثة المصرية الأسبانية المشتركة برئاسة ماريوم سيكو وهي تعمل في معبد الملك تحطمس الثالث فقد تم الكشف عن مقبرة تقع في الجزء الخارجي من جدران معبد الجنوبي وذلك أثناء موسم حفائرها التاسع بالموقع وهناك معرض آخر للبعثة المصرية الأسبانية المشتركة عنوان المعرض القرنا من 2004 إلى 2016 ثم يتضمن المتحف أيضا معرض البعثة المصرية الفرنسية التي تعمل بمعبد الراميسيوم بكورنا برئاسة دكتور خستيان لوبان بعنوان 25 عاما من التعاون الأسرية المصرية الفرنسية بمعبد الراميسيوم تقعنا هيكون مع دكتور علاء عبادي ومتخصص في مجال السياحة أهلا بحضرتك الدكتور أهلا وسهلا أفضل دكتورة تغريد ومنورانا ومنورة الأقصر والسادة الضيوف وإحنا هنتكلم اليهار ده عن زيارة سيد الرئيس المجري وده حاجة جميلة جدا جدا وانطباعة لمدينة الأقصر ودعم وتنشيط للسياحة في مدينة الأقصر وإن شاء الله يكون حاجة برضو يكون هيعمل طابع خاص على المدينة وعن مناظر المدينة في تطوير كورنيش جديد بتاع الأقصر دكتور علائي ممكن نحن نايمة إنما منيجي نتكلم على إن رئيس دولة بيجي يزور مثلا الأقصر مثلا أو بيكون في زيارة مهمة من قبل رئيس وزراء مثلا دول أوروبية أو أجنبية بشكل عام بنجد إنه هناك مجال تعاون مجال لدعم العلاقات وأيضا تنشيط للسياحة أكيد طبعا أفندم يعني أكيد بيكون فيه بيرتكول بيكون تعاون مع الحكومة المصرية وده حاجة يعني حاجة جميلة جدا طبعا مع دعم الحكومة المصرية لدعم تنشيط السياحة ونشكر سيادة الرئيس الجمهورية على وقفته مع دعم السياحة برضو في تنشيط السياحة مع الأقصر وزيارة المسؤولين الكبار في جميع دول العالم على زيارة مدينة الأقصر والدعم الكامل كله من الحكومة في زيارة أثناء أي مسؤول فأثناء تواجده في مدينة الأقصر وهي مدينة الأقصر مدينة عالمية وسياحية ولها طبع ثقافي خاص فحلم أي حد مسؤول كبير يتمنى أو أي حد يتمنى يزور مدينة الأقصر بناسها بطيبها بجمالها بثقافتها بحضرتها فإن شاء الله إحنا بنقول وبوجه رسالتي لكل العالم إحنا ناس الأقصر وأهل الأقصر فاتحها صدرها وترحبها بزيارة هذه المدينة الجميلة لمدينة الأقصر وتزل جسور مصر مع العالم ممتدة في العديد من المجالات جسور الثقافة التعاون البحث العلمي والعديد من مجالات التعاون